ليه ده السؤال بقى لماذا الزج باسم القوات المسلحة المصرية في مثل هذه الامور بين قوسين الذي لا يليق امور لا تليق لا ما يصحش وبعدين رح يقولك شفت انت الموجود في صورة القوات المسلحة موجودة وموجود القوات المسلحة في كل مكان في كل مكان هي سايبة يعني يعني هي سايبة يعني ولا ايه مش فاهم ما هو يعني الناس برضو زا كان اللي بتكلم مجنوني بقى اللي بيستمع عائل ما ينفعش لنا كل حاجة وده انك شغالة عملت تسمع اي كلام وانت تردد اي كلام لازم يكون فيه نقطة نظام وفيه نوع من الفلترة انا اعتقد الموضوع خدكتر بنحق ويعني انا اسف والله بس وما كنتش اتكلم عليه والله لو لو انه زميلي بدأوا بهذه الهنية العظيمة اللي بحبها جدا جدا وحياتك كمصر حلفان يعني قسم يعني قلت طب يا جماعة هي الناس دي اللي بتهم الحاجات دي واللي بتردد الحاجات دي بجد ما بيحسوش ان فيه حاجة اسمها مصر بيحبوها او 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 يعني في كل احوال انا مش عايز يعني ادغدغ مشاعر حد لكن فعلا انا كنت مستق جدا من محاولة الزج بيحب مصر او القوات المسلحة في امر من هذه الامور لكن محدش يزعل مني انه انه نصدر نصدر بيانات مبكرة بتخرس الالسنة اصدار بيانات مبكرة بتخرس الالسنة